الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهذه إلى يوم الدين ثم أما بعد أعزاء الطلاب فيما مضى تكلمنا عن أقسام التوحيد والآن نبين لك في هذه الوحدة المباركة من المقرر العلاقات المتنوعة بين أنواع التوحيد والأدلة على إثباتها من الكتاب والسنة وأيضا نقل بك على طبيعة مفهوم أهل السنة والجماعة في بعض هذه الأنواع ونختم كذلك ببيان ما يضاد هذا النوع من التوحيد ألا وهو الشرك ولكن لا بد من السير على هذه العناصر عناصر هذا الدرس تكمن في أولا بيان العلاقة بين أنواع التوحيد أيضا نقف على خصائص أنواع التوحيد وأدلة كل نوع منها وأخيرا نظهر لك ما يضاد التوحيد أما عن العلاقة بين أنواع التوحيد فهي علاقة جد متلازمة بمعنى إن أنواع التوحيد يتلازم بعضها بضع فلا يصلح توحيد الربوبية منفردا عن توحيد الألوهية والعكس فلا يستقيم أحدهما بدون الآخر المؤمن إيمانا جازما بالله الواحد القهار هو ذاك الذي يؤمن بربوبية الخالق وألوهيته لكل الكائنات فلا توحيد إلا بالثلاثة مجتمعة توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات أيضا العلاقة بين نوعين من أنواع التوحيد ألا وهي توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية علاقة كذلك تضامنية بمعنى أن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية فمن أقر بألوهية الله تبارك وتعالى وجبا حسما أن يقر بربوبيته وأن يقر بأن الله له أسماء حسنى وصفات علاء أما توحيد الربوبية فإنه يستلزم توحيد الألوهية بمعنى أنك إن آمنت بتوحيد الربوبية يلزمك حتما كذلك أن تؤمن بتوحيد الألوهية وهكذا كانت العلاقة بين أنواع التوحيد متلازمة بقي لنا أن نقف على خصائص أنواع التوحيد وأدلة كل نوع لكل نوع من أنواع التوحيد خصائص فتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية له كذلك خصائص سنتعرف عليها في هذه التقرات توحيد الربوبية لابد أن نعرفه كما لابد أن نظهر أيضا الأدلة على تلك الخصائص وأما توحيد الأسماء والصفات فلابد أن نقف بك أيضا عزيز الطالب على تعريفه وأدلته وبيان معتقد أهل السنة والجماعة فيه أيضا نشير إلى جملة من القواعد الأساسية في توحيد الأسماء والقواعد الأساسية في توحيد الصفات وكذلك توحيد الألوهية سنتعرف على تعريفه وأدلته وخصائصه وذلك في الشرائح التالي أما توحيد الربوبية فإن له تعريف ما هو كلمة الربوبية تعني الرب وذلك في اللغة يقال توحيد الربوبية أي إيمان بأن الله رب وتطلق هذه الكلمة الربوبية على عدة معانين معنى الرب أي مالك الشيء معنى الرب أنه السيد المطاع ومعنى الرب أنه المصلح للشيء والمربي له ولذلك في الحديث الصحيح إن الله تبارك وتعالى لا يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوه أي فرسه في الجهاد في سبيل الله أما تعريف توحيد الربوبية في الاصطلاح فهو الاعتقاد بأن الله تبارك وتعالى رب كل شيء ومليكه وخالقه ورازقه وأنه المحي والمميت النافع الضار المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإلهما الله قليلا ما تذكرون هكذا يشير الحق تبارك وتعالى إلى أن معنى الرب الذي يجيب دعاء المضطر إذا دعاه له الأمر كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله إن الله تبارك وتعالى هو المتفرد بالخلق والملك والتدبير